الأطباء بالدراسات أثبتوا أن أكل السمت مع شرب الحليب أو اللبن ما يسبب برص ولا يسبب بهاق الأمهات يرون عكس ذلك عندهم شعور وإحساس قوي أن هذا المكس أو هذا الخلط يسبب برص ويسبب بهاق الأطفال والأبناء ضيعين بينهم ما يعرفون من يصدقون للأمان الكلام بيقول يمكن مزعج للأمهات وقد يكون غير مقنع لكن الحقيقة والكلام الصحيح لازم يوصل إلى الناس ولازم يكون صادقين معهم الدراسات كلها أثبتت أن شرب الحليب أو اللبن مع السمت مع سبب برص وحتى التاريخ بعد أثبت بالتاريخ ماكو حالة واحدة لأي مريض أو مريضة بالعالم حاشة برص أو بهاق بسبب أكل السمت وشرب مع الحليب أو اللبن ومع كامل تقديري واحترامي لأي شخص كبير بالعمر ومتعود وعند غناعة تامة ما راح تتغير أن خلط السمت مع الحليب واللبن ممكن سبب برص وبهاق الشخص بالنهاية غير مضطر أن يخلط بينهم إذا كان متعود على هذا الشيء وبمناسبة البرص شيء والبهاق شيء مرضين مختلفين عن بعض البهاق هو الفيرلايقو بياض يحوش الجلد بسبب أن المناعة تهاجم الخلايا الصبغية وسبب بياض في الجلد وله علاج وعلاج فعال جداً أما بالمقابل المرض الثاني هو الألبنزم اللي هو مرض البرص مرض وراثي جيني أيضاً يحوش بياض في الجلد لكن ما منا علاج هذا الفرق بينهم لكن نحن كأطباء جلدية نسمي برص مرات بهاق لتسهيل الانتقال المعلومة مننا إلى المرضى أو إلى الكميونيتي طبعاً اشتركوا في القناة